اعتقال واخفاء واعدامات مسار اخر للعنف والانتهاكات الجسيمة تمضي فيه الميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوازي مع المعركة الشاملة التي تخوضها ضد اليمنين منذ اكثر من ثلاثة اعوام اسماء العميسي ووالدها ماطر وسعيد الرويشيد واحمد باوزير لهم قصة مأساوية مع الميليشيا تنوعت بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب وانتهاء باحكام بالاعدام والسجن بدأت القصة منذ اكتوبر من عام 2016 عندما تم القاء القبض على اسماء وسعيد واحمد عند نقطة تفتيش في احد مداخل صنعاء وهم في طريق عودتهم من المحافظات الجنوبية وبحسب مرضمة العفو الدولية التي وثقت القصة ضمن تحقيق اجرته بهذا الخصوص فان امرأة ورجلين قد اختفوا قسرا وتعرضوا لسوء المعاملة قبل ان يحكم عليهم بالاعدام اثر محاكمة بالغة الجور بتهمة اعانة العدوان المنظمة ذاتها اعتبرت ان هذه القضية مثال على ان الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية تجهز هؤلاء بحسب المنظمة في السجن المخفي داخل البحث الجنائي لما يقارب من ثمانية اشهر واحتجزت اسماء هناك لمدة شهرين قبل ترحيلها الى السجن المركزي وبحسب منظمة العفو الدولية فقد تعرض المتهمون الاربعة قبل محاكمتهم لمجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بمجيب القانون الدولي قد يرتقي بعضها الى جرائم حرب شاملة الاخفاء القسري والاحتجاز في وضع مزري لعدة اشهر وممارسة الضرب المبرح بحقهم والاهانة اللفظية والتسبب في تعرض احدهم وهو احمد بوزير لمرض شديد في الكبد على الرغم من انه كان يتمتع بصحة جيدة ولاياقة بدنية قبل اعتقاله افرج عن ثلاثة من المتهمين بالكفالة وبقيت اسماء وهي ام لطفلين في السجن وهي الوحيدة التي احضرت الى جلسة الجزائية لتستمع الى الحكم بالاعدام الصادر بحقها والحكم الغيابي بالاعدام الذي صادر بحق سعيد الرويشد واحمد بوزير والحكم بالسجن 15 عاما الذي صادر بحق والدها ماطر العميسي قصة من بين الاف القصص المأساوية عن انتهاكات فضيعة للكرامة الانسانية في هذه المرحلة التي دفعت بفصيل ميليشياوي مسلح وبدعم اقليميا ودولي الى اختطاف الدولة واطلاق حرب قوضت الحياة واشاعة العنفة وشردت الملايين اشتركوا في القناة